السلام عليكم وحيطة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم هاتفعنا ان الكارتشو باسكولا سيستيم هم حكتين بس هارت وبلوت فيسلز خدنا في الفيديو اللي فات فكرة عامة عن الهارت والسيركوليشن يلا بقى ناخد البلوت فيسلز البلوت فيسلز تلات انواع يا ارترز يا فينز يا اما البلوت فيسلز اللي بتوصل ما بين الارترز والفينز يعني ايه ارترز يا جماعة الارترز دي اي بلوت فيسلز اي بلوت فيسلز طلع من الهارت بتنقل الدم من الهارت لأي جزء من الجسم طبعا اشهر ارتري والارتري اللي بيوزع الدم على الجسم كله من الليفت فينتركل لجميع اجزاء الجسم هو الاورت بس كمان ما ننساش ان الرايد فينتركل طالع منه ارتري اللي اسمه بالموناري ارتري او بالموناري ترنك لانه بينئل الدم للانج من الهارت للانج يبقى برضو اسمه ارتري طبعا كل الارترز اللي في الدنيا كونتينينج اكسوجينيتد بلوت بس لكل قاعدة شواز هو طبعا الشواز اول واحد فيهم اللي انا مشاور عليه دول بالموناري ارتري ده ليه لونه ازرق لانه شايل دي اكسوجينيتد بلوت من الرايد فينتركل من الهارت يعني للانج وكمان يا جماعة الامبلايكا الارتري في الانترالكترين فيتال لايف ان شاء الله متاخد الفيتال سيلكوليشن هتلاقي ان الدم دي اكسوجينيتد من البيبي من الفيتاس بيتنقل عن طريق ارتريز اسمها امبلايكا الارتريز رايحة من البيبي للبلسنتا فالارتريز دي اللي طلع من البيبي للبلسنتا شايلة دي اكسوجينيتد بلوت حيث البلاسنتا دي على فكرة اللي بتقوم معامل لانج في البيبي فهناك بروح دي اكسوجينيتد بلوت ويحصل له اكسوجينيشن ويرجع اكسوجينيتد في الامبلايكال فينز فافتكروا في الامبلايكال فينز والامبلايكال ارتريز الدم عكس ما تتوقع الامبلايكال ارتريز شايلة من البيبي دم دي اكسوجينيتد والامبلايكال فينز هي اللي جايبة دم البلاسنتا اكسوجينيتد بتتقسم الارتريز يا جماعة لـ small ارتريز medium sized ارتريز او large sized ارتريز فتتقسم حيثها بالحجمة بتاعها large small او medium يترى الارتريز ده ارتري وده ارتري هل الارتريز دي هتعمل connection مع بعض؟ في معظم الاحوال الارتريز بتعمل connection مع بعض اسمه anastomosis فالanastomosis ده عبارة عن connection between the arteries وده بتكون موجودة mainly around the joints ايه الفانكشن بتاعة ال connection اللي بيحصل دوا والانastomosis اللي بيحصل دوا طبعا دي يا جماعة في وقت ملاقات لو تفتحت الانastomosis ديا هتزود البلاطفلو للأورجن هتزود البلاطفلو للأورجن زي مثلا لو احنا مثلا واكلين اكلة داسمة في الصمك والجي اي تي عايزين نزود البلاطفلو عشان نعمل ضجشا للأكلة الداسماليا فتتفتح الانastomosis اللي في الصمك أو في الانتس فهي بتستخدم كإنكريز البلاطفلو للأورجن زائد انها اكواليز البريشر اكواليز البريشر في حالات الكميونيكيتنج في ارترز ارترز عاملة ارترز عاملة ارترز عاملة اتسد ازاي نضرب مثال في عندنا مثلا الانستمونس انا هين رسم لكم الانستمونس حوالين الالبو جوينت دي الالبو وهنا هوا في اناستمونس حوالين الالبو اي رأيكم لو المين ارترز ده اتسد مش مهم ما يسمو هتعرفوه بعد كده اوه لو الارترز ده تسد جراديوالي ببطء شديد على مدار شهور وساعات سنين في المرض المشهور اول اللي اسمه أسروسكليروزيس اللي هو تصلب الشرعين ده حيدي وقت للجس ان تتفتح الانستمونس ده هي وان تقدر نشيل الانستمونس الدم ده هو نهون نشيله عن طريق الانستمونس من أباف اوبستركشن ونحافظ على البلاط فلو في الديستال بارت اوفزاليم طبعا خد بالك ان ده ما يحصلش الى اذا كان الاوبستركشن جراديوالي لكن مثلا جراحة راح ماسك الارتر الكبير ده وراح عمله غلط لو اتقفلت الارترس بالسرعة الانستمونس ده ما بيرحقش يتفتح ومش هننشيل الدم فرم اباف توبيلوز اوبستركشن وينتج عن ذلك ان الجزء ديستال للليجيشن حي موت يحصل له حاجة اسمها جانجرين ديست عموما يعني ان شاء الله الجانجرين والانفاركشن والفرقات ما بينهم والحاجات دي هتاخدوها في الباصولوج ان شاء الله بس الديستال بارتو في ذليم حي موت في الاكيوت اوبستركشن هكيوت يعني بسرعة لكن لو جرادي ولا اوبستركشن لا الانستمونس بيتفتح وتحافظ على البلود في لو ديستال الوبستركشن في منتاج جمال وما تموتش ان شاء الله يا ترى الانستمونس ده ما بقى ايه انواع الانستمونس اشهر انستمونس اند تو اند انستمونس انستمونس اند تو اند انستمونس ده ما زي اللي بيحصل في كزا مثال مكتوبين في الكتب وفي كتاب الاسم الاصر العيني ما فيش ده غير تعرف ان مثال واحد بس المثال المشهور اوي في الهاند او في الفوت المثال الرسم ده او في الهاند فيه تو ارتري زينا هو ارتري اسمه انر واده تو مين برانشيز تو مين برانشيز كاند الارتري ده وفيه ارتري عنيحة التانية اسمه ريديال ايد ده هو اراخر تو برانشيز شايفين التو برانشيز بتوع الالنر راحوا عاملين انستمونس مع تو تيرمينل برانشيز بتاعت الريديال فدو ان اسمه اند تو اند انستمونس انستمونس ممكن انستمونس يكون مبين تيرمينل ارتريز اراؤنز جوينت تيرمينل ارتريز اراؤنز جوينت ده اشهر مثال لها بتحصل حكاية دي مشهورة قوي حوالين القلب وحوالين كمان رجبتها كنية دي بقى الارتري أبوف زا جوينت اده برانشي زا هي والارتريز بيلوزا جوينت ادت برانشي زا هي والارتريز اللي جاية من تحت بيلوزا جوينت راح يتعمل الكنيكشن مع الارتريز اللي جاية من فوق الجوينت وعمل الكنيكشن اهو اسمه انستمونس بي تيرمينل ارتريز ايه اهمية الحكاية ده هي طبعا اهمية الحكاية دي زي اي انستمونس لو انت سديت جراجوة ليوبتاع هنقدر نشير الدم عبر الاستركشن الحاجة بقى انت مش ياخد بالك منها ان انت لو اتنيت ايديك مش الارتري دوان حصل له كينكينج التانى وما الارتري يحصل له كينكينج والتانى البلطف لو في الديستر بارتوفزا ليم هيقال طبعا مش كده لا مش هيقال ليه لان ما حصل كينكينج للارتري الاساسي دوان الانستمونس هتقدر تشيل الدم from above the obstruction to below the obstruction والتانى تديك كده اولا تحسس بحاجة خالص ماشي في عندنا بقى two arteries عليمين والشمال اسمهم vertebral شايفين ال two arteries تجمعوا مع بعض وعملوا ارتري اكبر انها تتقابل عشان تعمل واحد كبير دي خاصية للفينز على فكرة الفينز بتبقى صغيرة وتتجمع وتعملوا واحد اكبر ان الارتري هي اللي تجمع وتعمل ارتري اكبر دي نادرة جدا 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 وما بتحصلش غير في المثال ده ان هو two vertebral artery اتحدوا عشان يغزوا المخ بتاعك بالارتري دوان اللي اسمه ما يهمكش اسمه بازيلر ارتري بس ما يهمكش اسمه في المرحلة الحالية ايه اللي انا قلته ان انت او انت بتتني رجبتك او انت بتتني القلبه المين ارتري حصل له كينكينج والبلاطفلو في الديستل برتوفزاليم اللي اوي اللي اوي بس انا ما بحسش بحاجة اما بتحسش بحاجة لان الارتري سايح متني والبلاطفلو في الديستل الانستموز ده بس الانستموز ده هيقدر يشيل الدم from above the obstruction اللي عند القلبه to the arteries below the obstruction ونحافز عن نورمال بلاطفلو ديستل في الديستل برتوفزاليم الاوبستركشن اللي ممكن يتفتح فيه بردو الانستموز دوان جامد اوي يكبر جامد جدا هو الgradual obstruction مرض مشهور اوي اسمه acerosclerosis اللي هو تصله بالشرايين لكن acute obstruction زي مثلا ligation of artery بيني وبينك ligation of artery دي طبعا يعني مفيش دكتور احوال حيروح مسك البريك يا الارتري ده ويروح مربطه هي بتحصل الحكاية دي اكتر يا جماعة بحاجة اسمها الجلاطات thrombus او embolus thrombus او embolus thrombus او embolus acute thrombus او embolus راح تسدى المين ارتري واما بيتسدى الارتري فجأة مفيش وقت الانستموز ده يقدر يشيل الدم from above the obstruction to below the obstruction ودس البرتوفزاليم هيحصل له دس حاجة كده اسمها gangrene بعد كمان في عندنا حاجة جماعة اسمها end arteries اين ان ده ارتريز يبقى ارترياتينا ملهاش صلة باي حد ده ارتري ملوش اي connection وده ارتري ملوش اي connection والارتريز مش متصلة ببعض دي تقال عليها ان ده ارتريز اللي هي ارتريز ملهاش اناستموز وده للأسف لو تسدت التشو اللي صبلايت بيها ماتت اشهر مثال واحد قاعد كده هوا هي الدنيا بقت سودة كده ليه الدنيا بقت سودة عشان جلطة ماشي افترى الدم اسمها ايمبولوس راح تسدى لك central retinal artery اللي هو بتاع الشبكية الشبكية ده ملوش اناستموزي ماتت الشبكية اتعامل عيان نفس الحكاية بتحصل في الارتريز اللي بتغذي كليتك كليا يعني رينال فالرينال artery sublinic artery طبعا بايا من اسمه sublinic artery الارتريز 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 من فوق من فوق لتحت central terminal branches of cerebral arteries اللي هي بتغذي المخ عينيك راتينال artery central retinal artery انزل تحت بالموناري انزل على الابدومن كيدني وسبرين اللي هم اسبرينيك اندرينال ارتريز ده بالنسبة للارتريز نجي بقى للفينز الفينز دي عكسها ايه عكسها بقى دي بالعكس بقى الفينز دي البلود فيسلز اللي شايلة الدم من جميع اجزاء الجسم للهارت زي طبعا اكيد السوبيرور والانفيرور فيناكيما دول شايلين اوكسوجينيتد ولا دي اوكسوجينيت بلود كل الفينز شايلة حاجة زرقة اللي هي فينس بلود دي اوكسوجينيتد بس لكل قاعدة شاوز اكسبت ايبقى اكسبت يا جماعة البلموناري فينز اللي واخدت دم من اللنج واكسوجينيتد بلود ورايحة بيه على الهارت فالبلموناري فينز دول شايلين اوكسوجينيتد والامبلايكال فينز اللي جايين من البلاسينتا للبيبي شايلين لك اوكسوجينيتد بلود بتتقسم الفينز يا جماعة نسبة لدي فاشية الفينز للسوبرفيشة اللي دي فاشية يتقل عليها السوبرفيشة الفينز ودي بتبقى تحت الجلد على طول لكن الفينز اللي دي بدي فاشية دي اسمها ديب فينز يا ترى الفينز ريتيرن ليه بيرجع الدم للهارت حسب بقى المنطقة والله من الابر هفف زبادي الفينز ريتيرن راجع ليه الفينز ريتيرن راجع من الابر هفف زبادي في السوبرفيناكيبة بالإفكتة ذلك في السوبرو في ناكيبة طيب في اللوور هفف زبادي هين اللي هيطلع الدم اجينيسي جرافتي النهيط اللي هيطلع الدم اجينيسي جرافتي عدة حاجات ايه الحاجات ده هي نمر واحد كل الفينز اللي في اللور هافزة بادي لها فالفز الفالفز ده بتسمح بمرور الدم من تحت الفوق من دستل تو بروكسيمال وخد بلك على فكرة center of circulation اللي هي البروكسيمال هو الهارت فالفالفز دي لا تسمح بمرور الدم الا one way من تحت الفوق من دستل تو بروكسيمال كل في اللور هافزة بادي جنبه ارتري لي يا ربنا الفين جنب الارتري عشان الارتري فيه بلس فيقعد يخبط في الفين اللي جنبه وده يرفع البلد فيلو لفوق فالترانسيميتد ارتري البلسيشن من الارتري بتزوئد الفينوس ريتيرن من تحت الفوق اهم حاجة بقى اذا كان ده الهارت اللي بيدخ الدم في الارتري ربنا على فكرة عمل لك هارت تحت في سمانة ريجليك عضلة في سمانة ريجليك هتعرفوا اسمها كده هو اسمها السوليس المسلز اللي في سمانة ريجليك اللي اسمها السوليس ديه كونتراكشن بتاعها يروح فعس كل الفينز اللي في سمانة ريجليك تروح ضربة دم على طول في الارتريم ده اسمه موسكولر بامب ميكانيزم وده حتى بتقبلها البريفر الهارت اللي هي العضلة بتاعت السمانة اللي اسمها السوليس اللي هي مسؤولة عن الموسكولر بامب وتعتبر دي الهارت بتاع الفينز ريتيرن اللي بيزق من تحت الفوق طبعا عشان المسل كونتراكشن ده يكون افكتب لازم يكون المسل كونتراكشن دي على جوه بتضغط على البلود فيسلز فلازم يكون حوالين المسل دي تايت ديب فاشية تايت ديب فاشية الديب فاشية جماعة ما تكون تايت وجامدة يبقى المسل كونتراكشن ده كله قوته موجهة لجوه تضغط الفينز وتفعص الفينز عشان الدم يطلع لفوق اخيرا احنا نفسنا كل الدم يروح لفين للهارت اللي موجود فين في السوركس واخد بالك في السوركس في نيجاتيف سوراسيك بريشر وحتعرفوا ليه ان شاء الله عشان في حاجة اسمها بلورا وبتاع وما ايه لذلك فالنيجاتيف سوراسيك بريشر ده اللي هو بيزيد ديورينج إينسبايريشن ده عامل زي الشفاط النيجاتيف سوراسيك بريشر في دون بيشفط الدم من جميع اجزاء الجسم للشفاط اللي هو سيدرك فالنيجاتيف سوراسيك بريشر دون بيشفط الدم من الابدومن ومن الهيدن دينيك ومن كل حتة في اتجاه السوركس للهارت ويبقى ديريوريس ماد حلوة قوي اللي قعد يضرب في الفينز ويزق الدم الفوق الفالفز اللي بتسمح بمرور الدم في اتجاه واحد من تحت الفوق وليس العكس المسكولار بام بميكانيزم وده عشان يكون افكتف لازم نكون محاطين بتايت ديب فاشية والنيجة في صراسك بريشار ده هو اللي عامل زي الشفاط اللي بيشفط الدم من تحت الفوق ومن جميع أجزاء الجسم بيشفط لك الدم ده في اتجاه الهارت يعترى الدم اللي في الأبدومن وفي البلوث وفي السوركس ده بيروحي ازاي الهارت مانلي بالنيجة في صراسك بريشار في عندنا كلينيكا البكشر حلوة بقى قوي جماعة السوبرفيشيا الفينز اللي هي تحت الجلد عطول ممكن يحصل فيها ضايلاتيشن وإيلونجيشن وترشواز في التلتة عينين دول السوبرفيشيا الفينز اللي هي تحت الجلد عطول السوبرفيشيا اللي تدي فاشية لو حصل فيها ضايلاتيشن وسعد وإيلونجيشن تولت وبقت زي التعبين كده هو انترشواز دي اسمها فاريكوز فينز اللي هي الدوالي أنا أقولتك فيه سوبرفيشيا الفينز و سوبرفيشيا الديب فاشية الديب فاشية لو واحد نام في السرير اللي منذ طويلة يا جماعة نتيجة في البلوت فلو واحد يا جماعة مهمة دي في السرير أو في كومة أو أي مرض ونام في السرير منطويلة و ما يتحركش و ما فيش ماسكولر بام بميكانيزم السمانة دي ما بتشتغلش و ما بتاعدخش الدم من تحت الفوق الدم حيمشي ببطء وأي دم بيمشي ببطء ممكن يترسب ويعمل لك ديب فيناس رومبولز ده مرض مشهور قوي 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 بيحصل في الفينز بتاعت السمانة بتاعتك لو ما بتتحركش كتير عشان كدون طبعا فيه القاعدة الشهيرة جدا اللي بتقولك الحركة بركة آخر حاجة عندنا بقى الكنيكشن اللي ما بين الارتريز والفينز الكنيكشن اللي ما بين الارتريز والفينز بيتقال عليها ارتيريو فينس كونيكشن الارتيريو فينس كونيكشن دي قد تكون يا جماعة كده هون ده ارتري و ده فين و الكنيكشن لما بينهم البلود فيسلز دي very small narrow uniform بيتقال عليها الشعيرات الدموية في بلود فيسلز بتبقى موجودة في بعض المناطق اشهر مكان ليها انا و اشهر صورة انا عجبتها لكم من الليبر الليبر مشهور قوي دي الحمرة دي الخلاية بتاعت الليبر ايه اللي في النص دا ايه اللي في النص دا دي بلود سبيسلز ما بين خلايا الليبر اسمها السايناسويدز و دي ايه رأيكم يونيفورم زي الكابيلرز لا دي تبص لي فيه واحدة صغيرة وفي واحدة كبيرة وفي واحدة واسعة والاشكال بتاعتها مختلفة وحجامها مختلفة فالسايناسويدز دي اللي هي موجودة واشهر مثال ليها في الليبر دي بتكون ان ريجولر ان دايمتر كبيرة وصغيرة وكدوا وفيها دايلاتيشنز حدى التوسع وفيها كونستريكشنز حدى التدية دا المنزر الكروكي بتاع السايناسويدز فيها وايد الريجولر ان دايمتر وفيها دايلاتيشنز ان دوكنستريكشنز فيها عندنا بقى البلوت فيسلز دي جماعة بلوت فيسلز ماشية من الارترز الفينز مباشرة لا عملت لا يكابانيские ولا ساينت ž��يبيب دي بتقل عليها ارتيريو فينس شاند أو أرتيريو فينس أناس سيموزز سمول بلوت فيسلز وسمول فينز بلوت فيسلز الي بتقل عليها ارتيريو فينس شاند أو أناس سيموزز يا ترى الارتيريو فينس شاندز أو أناس سيموزز دين موجودة افين موجودة في ودانك الخارجية دي في الـ External Air موجودة في الـ Nail Bed الحتة الحمراء دي اللي تحت الضفر بتاعتك موجودة في Balmer Aspect of the Digits دي الصوابع اسمها Digits على فكرة والحتة دي اللي ناحية كافة ديك اسمها Balmer Aspect لأن انت أديك لها Balmer Aspect واللي ورده اسمه Dursal Aspect فالBalmer Aspect of the Digits لسانك في الطانج في السيرويد لاند مهمة جدا في البينس وفي الجي اي تي الـ Arteogynist Chances دي قد تكون Straight زي ما أنا رأي سمعلك داوان وقد تكون Coiled لفع نفسها زي البينس لأنها تبقى Coiled داوان وكلابست طول ما البينس Relaxed لكن الـ Coiled دي ممكن تتفرد وتتمري بالدم فالبينس بتاعك ينطف الحجم ويبقى قد كده هو في حالة الإيريكشن فدي مهمة جدا لأي واحد راجل للإيريكشن للانتصاب ولو في واحد عنده فاليار في الانتصاب بيبقى عنده فاليار of this connection بتكون سابلايت دايما الـ Arteogynist Chances دي بنوع من أنواع الجهاز العصبي اللا إرادي Autonomic Nervous System اسمه Sympathetic Nervous System فالSimbathetic Fibers دي أولة ما تشتغل أثناء sexual excitation فتبصت ايه على طول راح يتعامل opening chance وإيريكشن يا ترى ايه الفانكشن بتاع الـ Ardenovina Chance دي Regulation of Body Temperature Regulation of Body Temperature بدل ما الدم يخش ينهوا ويملالك الكابيلرز والمنطقة تبقى مليانة دم وسخنة لا يروح الدم على طول جاري من الأرتريل فينس فالكابيلرز ستلناها فاضية فيبقى ايه الحرارة بتاعتها قليلة فأنت الرسمة دهيا لو راح الدم داخل هنا ومليك الكابيلرز هتبقى الحتة دي مليانة دم والدم سخن تبص تلاقي ايه الواحد كده هو نقيم زنهر والتمبراتشر عالية جدا بتاعت جسمي وحسس بالحر الفضيع لكن لو الأرتريل فينس شانس دم راح داخل على طول من الأرتريل فينس واسبنا الكابيلرز دي هم فاضية هتبقى البادي تمبراتشر أقل ما يمكن فديريجوريشن البادي تمبراتشر مهمة جدا زائد في جي اي تي مهمة جدا أزود البلاطفلو في جي اي تي فسود الأبزوربشن أو أقال البلاطفلو في جي اي تي فأقال الأبزوربشن أو فودز طبعا انتفقنا انها مهمة جدا جدا للإريكشن أرتريل فينس شانس كويلت ومحضوطة في حتة صغيرة قد كدهو أو لما يحصل سيكشوال تتميري بالدم فالأرتريل فينس شانس دي تتفرد والبينس يتول ويحصل الإريكشن ويبقى دي الأرتريل فينس شانس وده نهاية البلاطفلس بتاعتنا اللي احنا اخذناها اللي هي أرتريلز وفينز وما بينهما وما بينهما التفاعل اللي هي كابيررز وصينيس سويدز وأرتريل فينس شانس واخذنا الأرتريل فينس شانس دي أن أولا نستموز بالتفصيل thank you for good listening and good luck